للحديث عن الموضوع مشاهدين معنا من مدينة الموصل عبر الهاتف قائد شرطة نينة والعميد الركن حمد النامسي عميد الحمد مساء الخير أهلا وسهلا بك معنا بداية هل من معلومات بحوزتكم عن عدد الإرهابيين ضمن هذه الخلية هل جميعهم عراقيون أم هناك من جنسيات أخرى هل من بينهم نساء مثلا كم هجمة كانوا يخططون لتنفيذها خلال مدة الانتخابات حقيقة احنا منذ فترة مكزنا على العمل الاستخداري في مدينة الموصل وعطراف الموصل وردزنا معلومات بوجود خلية من تلكون أسلحة ويجمعوها من أطراف الموصل إلى مدينة الموصل وتم تخصيص قوة لأنه ذهبت المكان ويكمل أثور على عجلة العري محملة بالأسلحة والأحدثة والمكفجرات حتى كانت أضم 850 صندوق إيكاد و515 صاروخ قادثة وإضافة إلى 31 قادثة وقناصات ومجموعة من الحشوات والمواد التي ألتي إضافة إلى ذلك تم القاع القوض قبل أول أمس حتى 31 من عناصر داعش المضموذين متخبئين بين المدنيين أو في الزيوت والعمل مستمر لمطاردتهم عينما يكونون هذا التنسيق صراحة من قوات التحالف قبل سبعة أيام تم رصد حركة داعش في جبل جادوش وتم ضربهم بالطيران وتم قتل ثمانة دواعش من عدو طيب عميد حمد لماذا اختار داعش وقت الانتخابات بالتحديد لإثارة الرعب بين المواطنين العراقيين هم داعش دائما ضد العملية السياسية بالتأكيد هم يريدون يعطنوا العملية السياسية ولكن أنا أظهر لن يستطيعوا أن يعملوا شيئا أبدا داعش هزم واندحر إلى الأبد وقد خلايا منتشرة بالجزر هنا وهناك سيتم القضاء عليهم تداعا إن شاء الله طيب بالإضافة إلى الأسلحة والعتاد والصواريخ والقناصات وغيرها اللي ذكرتها حضرتك تم القبض عليها مع المسلحين هناك ملفات أيضا تم العثور عليها مع أفراد خلية داعش ما أهميتها؟ والله صراحة هم الصلاة اللي نزمهم هم ما دا يعترفون ما يحتاج ملفاتهم ما دا يعترفون شنو من نظمهم ما تنتمو للتنظيم شنو جرائم ارتكبوا جرائمهم عندها لها الجديد كل ذا بحق قتل نعم إن شاء الله سيتم القضاء عليهم نهائيا في أموم محافظاتنا طيب إذن بهذا عميد حمد هل من خطط أمنية إضافية ستفعل خلال الفترة المقبلة لمنع تشكل خلايا إرهابية وبالتالي تلافي حدوث خروقات أمنية؟ نعم نعم نحن بدأنا خطط هيئناها صراحة لنجاز العملين الانتخابية والآن بدأنا بتطبيق هذه الخطة بحماية المراكز الانتخابية من الشرق والجيش والاستمرار بالتفتيش ضمن الأحيان والجزر والمناطق اللي تصنى معلومات يتواجد فيها داعي بصراحة هذا ممكن قبل يعني بدتك 34 مرة 15 اليوم نزال بسرع نعم شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة من مدينة الموصل حدثنا عبر الهاتف قائد شرطة نينواء العميد الركن حمد النامس